وفي إطار الالتزام بما نصت عليه وبما هو معمول به في اختصاصات الفرق أو بعثات الرقابة الدولية هذا ما اختارته الدولة العراقية يغير ملزمة أو مكرها على دعوة منظمات أو بعثات مراقبة ولكنها اختارت بنفسها استدعاء أو دعوة هذه المنظمات للقيام بهذا الدور تأكيدا منها على ثقتها بالإجراءات وعلى إرادتها في جاح ونزاهة هذه العملية الانتخابية نقوم بدورنا بمسئولية بموضوعية بحيادية ولكن أيضا بمصارحة الجهات المعنية العراقية نحن كما أنت نقول لا سمح الله إذا ما حدث تجاوز جسيم انتهاك جسيم للعملية الانتخابية فلا أحد يستطيع أن يخفيه ومرة أخرى لسنا وحدنا في فرق أو بعثات الرقابة نحن جزء من تواجد لبعثة أممية لبعثة أوروبية وعديد من الدول وبالتالي ستكون الملاحظات المستخلص من أعمال الرقابة على الأقل متقارب على الأقل مما يشير أو يعزز من مصداقية البعثات أولا ودزاهتها ثم يعبر عن تطلع المواطن العراقي والسلطة المعنية التي استدعت هذه المنظمات للقيام بهذه المهمة سعادة السفير أود أن أختم معك بكلمة أخيرة لو سمحت أن توجهها إلى المشاهدين وإلى الشعب العراقي أول مرة أخرى نعيد شكرنا وتقديرنا للدعوة نوجه تحية تقدير واحترام من معالي السيد الأمين العام لهذا الشعب العراقي والعراق واحدة من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية ونؤكد لأبناء هذا الشعب أن الجامعة حريصة على توفير كل ما تستطيع من دعم وإسناد لتعزيز هذا المسار الديمقراطي في بناء العراق بناء دولة المؤسسات والقانون التي تطلع إليها الشعب العراقي ترجمة نانسي قنقر